كسر الصمت هكذا سمت حركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على المناطق الجنوبية في إسرائيل منظمة سرايا القدس الجناح العسكري للحركة التي وزعت هذه الصور تبنت إطلاق 130 صاروخاً وقذيفة مدفعية رداً على ما قالت إنه عدوان إسرائيلي مستمر كان آخره اغتيال الجيش الإسرائيلي ثلاثة من كوادر الحركة إلى الشرق من خان يونس الحركة أكدت في بيانها أنها ملتزمة بالهدنة مع إسرائيل قدر التزام إسرائيل بها أما إسرائيل فقالت إن نظام القبة الحديدية الدفاعي استطاع صد بعض الصواريخ فيما سقط البعض الآخر في مناطق عدة من بينها مستوطنة سيديروت ووفق المصادر الإسرائيلية خلف القصف الفلسطيني بعض الأضرار دون تسجيل إصابات تذكر باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة أثناء محاولتها اللجوء إلى مكان آمن الجيش الإسرائيلي الذي وزع بدوره صوراً زعم أنها لعناصر من الجهاد الإسلامي يطلقون قذائف هون على إسرائيل شنت طائراته الحربية غارات جوية على مناطق عدة استهدفت إحداها منصة صواريخ في بلدة بيت حانون على حدود القطاع كما استهدفت غارات أخرى مواقع لحركة الجهاد في بيت لاهيا وفي رفاح رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد برد قوي إذا لم يسد الهدوء منطقة الجنوب فستكون هناك ضجرة كبيرة في قطاع غزة أدعو جميع سكان الجنوب إلى الالتزام بالتعليمات الجيش الإسرائيلي سيطلع بمهامه أما حكومة حركة حماس التي تدير قطاع غزة فحملت إسرائيل مسؤولية التصعيد وأكدت في بيان أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه وإلى الحجار بي بي سي